تأجلت طبعاً مباراة النجوم والأهلي والزمالك ودجلة يوم الخميس في الأسبوع العاشر مباراة مؤجلة وده للناس هوت الحديث عن تكافؤ الفرص الزمالك قال لك أنا مش هلعب مع الأهلي إلا لما الأهلي يلعب كله مؤجلاته والناس قال لك آه مع حق مهدت تكافؤ الفرص لا ونسيوا أنه الإسماعيل الغاد دلوقت الزمالك ملعبش مع الإسماعيلي لسه يلعب معاه الدور الأول مباراة من الأسبوع العاشر لسه من الأسبوع العاشر هيلعبوها يوم الخميس اللي جاي وبيتكلموا على تكافؤ الفرص الكلمة اللي ما بتتقالش إلا فيما يخص الأهلي نحن في الأهلي وبرامدز حيبقى في الأسبوع الخمسة وعشرين ده خلاصة والجدول هتشوفوه حضراتكو اللي بيتصدر فيه الأهلي المسابقة بـ 58 نقطة من 25 مباراة والزمالك من 25 مباراة أيضاً 57 برامدز من 27 مباراة عنده مباراتين زيادة عن الفرقتين عنده 57 نقطة أيضاً واضح جداً أنه صراع القمة هيكون بين السلاسي بشكل قاطع لأنه المصري الرابع عنده 46 نقطة بعيد نسبياً بنسبة كبيرة جداً والمقاولين عنده 40 نقطة هو والمقاسة والإسماعيل عنده 37 نقطة لكنه عنده 6 نقاط موجودين في مباراته مع الزمالك لأنه عنده مباراة مؤجلة مع الزمالك الإسماعيل لأ 26 مباراة فقط ده الوضع في المؤخرة فيه طبعاً صراع عنيف جداً النجوم في المؤخرة عنده 25 نقطة الداخلية 26 نقطة حرص الحدود 29 نقطة أمبي قفز شوية بـ 30 نقطة وبيترو جدت 31 نقطة الوضع واسموحة 31 نقطة ودجلة 31 نقطة فلو اعتبرنا من الـ 31 للـ 25 بنتكلم في مباراتين اتنين 6 نقاط الـ 6 أندية دول هيهبط منهم 3 حتى الآن اللي في المؤخرة النجوم والداخلية وحرص الحدود